يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة غز المحلة النهاردة بيفوز على الإسماعيلي اتنين واحد غز المحلة كان ممتع للغاية أداء ممتع مش فوز والسلام مش فوز وخلاص مش فوز على فريق أو اسم كبير هو الإسماعيلي وخلاص لا كان الأداء حلو واضح أنه فيه شغل تيكتيكي محترم واضح أنه فيه شغل فني واضح أنه فيه تحفيز للعيبة بشكل محترم عشان كده النهاردة غز المحلة بيها تقدم بهدفين على الإسماعيلي هدف أول تعالوا نشوف الأهداف أحمد الشيخ في ديئة 12 وجابريال أوروك سجل الهدف الثاني لغز المحلة في ديئة 75 واللعب ده لعب محترم جدا بالمناسبة من الأجانب المميزين في الدوري المصري زي ما حالكم شايفين الأهداف هو أول هدفين كانوا لغزل المحلة تفوق كبير غزل المحلة صحيح الإسماعيلي كان عنده بعض الفرص الضيعة النهاردة بس النهاردة غزل المحلة كان أفضل بكل المقايز بكل المقايز كان ممكن يسجل أكثر من كده كبير والإسماعيلي حالته حالة وأكلمكم عن الإسماعيلي حازم مرسي هو اللي سجل هدف الإسماعيلي هدف يعني الهدف زي ما يقوله الهدف الشرفي في هذه المباراة في ديئة 87 ولكن حقاقا للحق غزل المحلة استحق الفوز وبالتالي الإسماعيلي استحق الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز وبص بقى بصراح هقول لك كلمتين فيهم الخلاصة في حال الإسماعيلي الإسماعيلي عنده مشاكل إدارية عنده مشاكل على مستوى الجهاز الفني عنده مشاكل كبيرة جدا في اختيار صفقاته الجديدة هذا الموسم بصراحة اختر أسماء بس ما اخترش إمكانيات اختر أسماء ما اخترش اللعيبة زي ما يقوله كده الجعانة كورة اللي عايزة تفوق الإسماعيلي المواهب الحقيقية واضح إن اللي اختر ما اخترش صح واضح اللي فكر ما بيفكرش صح واضح اللي بيجيب لعيبة ويدفع لها فلوس كتير وهو لسه ما بيسدتش المستحقات المتأخرة للعابيه عنده مشكلة الإسماعيلي حالته صعبة وانا بقولك اهو من دلوقتي من أول مباراتين هل ده معناه وحرك مشجع للإسماعيلي كريم دلوقتي واقف بيهد الإسماعيلي النهاردة جريدوا بعد المباراتين دي أول مباراتين مش بس أنا عايز أقول برضو لجريدوا انت فاضلك مباراة هتقول لي فاضلك مباراة آه بني وبينك كده خلي حد يترجملك بالأسباني فاضلك مباراة هتقول لي إزاي هقولك رئيس نادي الإسماعيلي نفسه كان عايز يحط شرط في العقد إنك لو خسرت يا جريدوا تلت مباراة ده معلن مش أسرار تلت مباراة هتمشي بس ده ما تحطش في العقد في الآخر وتحطت شرط أخر بس أنا بقول لك أهو بقول لجميع نادي الإسماعيلي جريدوا لو خس المباراة كمان ممكن نزود واحدة كمان مش هيكمل مع الإسماعيلي هتقول لي ده الصح غلط غلط زي غلط حصل الموسم اللي فات بتغيير مدربين كسر ودوا الإسماعيلي في مرحلة صعبة جدا ويوم ما الإسماعيلي فاء وخد نفسه وكام ترحمزة الجمل فوقه وأبقاه في الدور الممتاز بعد كارثة كان على وشك أن الإسماعيلي يقع فيها الموسم الماضي ويهبط لدورة درجة الثانية حمزة الجمل ماشوه حسن عبد الربو ماشوه جريده ماشوه لعيبة ما بتخدش مستحقتها لعيبة عندها مشاكل في رواتبها لأ الإسماعيلي ما يحصلش فيه كده ارحموا الإسماعيلي ارحموا جماهي الإسماعيلي دي من نحا هتقول لي انت ليه أفوارت أو كده ده الأول مباراتين ما هو ده الحال بتاع السنة اللي فاتت مباراة بتجر مباراة مباراة بتجر مباراة فقلنا نطوق من دلوقتي ما نحبش نشوف الإسماعيلي بيها بط بصراحة يعني ما نحبش نشوف الإسماعيلي في حالة سيئة ما نحبش كل الفرق اللي لها اسمه تاريخ بس من مجهودك ما احنا بنحب الفرق التانية بنحب كل الفرق اللي في الدوري بمجهودك تكمل وبمجهودك تنجح لو بنحب الإسماعيلي بنحب الزكريات السعيدة والكرة الجميلة والأسماء الكبيرة بس أبداً بنحبش أن الإسماعيلي يبقى موجود بالحالة دي بالحالة دي